السلام عليكم وصلنا في حل ورقة مراجعة 3 تمرين 10 و 11 يعني في هذا الفيديو حنجاوبه تمرين 10 و 15 تمرين 10 يقول لك إذا كان صاد يساوي 4 ها أسناقص 2 سين فأوجد قيمة صاد عندما سين تساوي 0 هذا المطلوب الأول هذا ألف ويبي با قيمة سين عندما صاد تساوي 18 با II كويس نبقي قيمة صاد عندما سين تساوي 0 نبقي قيمة صاد عندما السين هي تساوي 0 إذا نكتب هنا صاد تساوي 4 ها أسناقص 2 يقول لك عندما السين تساوي 0 2 في السفر با II صاد تساوي 4 في الها ناقص 2 في السفر بسفر إذن ه أسفر وديما أي شيء مرفوعought to 0 يسوا 1 حتى الدل الأسيئة اللي هي الإه ديما أي رقم فرضا أي رقم I0 يسوا 1 إذن نفس الشيء قلنا إن الدل الأسيئة لو اكتبت الشفته هذه اللي هي الأ ei قلناها فيما سبقنا إيه And 0 2.1 أي شيء مرفوعought to 0 يسوا 1 إذن هذه 2.1 إذن 4 في الواحد تساوي 4 إذا صاد 2 ساوي 4 وهذا إجابة الفقرة ألف الفقرة بقى قال قيمة سين عندما صاد 2 ساوي 18 عوض بسات 18 الى هنا عوضها 18 2 ساوي 4 ها اس ناقص 2 سين لابد ما خلي الطرفة هو فيها بس فلابد ما نفكر من رقم 4 فنقسم على 4 للطرفين تمشي الاربعة مع الاربعة تمشي الاربعة عدتني فيدنا 1 عفوا عدتني فيدنا 2 عدتني فيدنا 9 إذا تصبع عندي 9 على 2 ساوي ها اس ناقص 2 سين باهين كويس توارك كز معي عزيزي كيف قلنا نتخلصوا منها أرجع للفيديو الي هو الفيديو الي شرحت فيه لها لما نتفكر منها شنديروا نديروا لغة رثة من الطرفين لكن أما اللغة رثم عزيزي أما اللغة رثم اللغة رثم اللي نعيتها لن اللي نعيتها لن صح ولا بلا الحاسب حيث أن لن لوها اللي تلغي لها قلناها إن اللن لن لها شن يساوي يساوي واحد يلغو بعض إذن يصبح عندي لن التسعة على اثنين لن التسعة على اثنين تساوي ناقص اثنين سين بالقسمة على ناقص اثنين للطرفين لإيجاد قيمة سين تمشي هذه مع هذه إذن السين تساوي لو تسعة على اثنين على ناقص اثنين خلي نكتبها بلا الحاسبة تعال معي هنا بسطو مقام لن بسطو مقام تاني تسعة على اثنين أو دير اربعة ونص انت وراحتك تسعة على اثنين على سالب اثنين يطلع ناتج سالب بوينت خمسة وتسعين اللي هو ناقص تلتة اربعة سالب بوينت خمسة وتسبعين اللي هو سالب تلتة اربعة بهي نفس الإجابة وهذا هو إجابة السؤال ننتقل مباشرة تارية تمرين نقل 11 تمرين 11 قلك إذا كان إذا كان لو أساس ثلاثة للألف يساوي قاف عبر عن الآتي بدلالة قاف أول واحدة اللي هي لو الثلاثة ألف أس ثلاثة نبو ندروها بدلالة اللي هي ألف نبو نعبرها يعني نبو نعبره على الآتي بدلالة قاف تمام عندي أس ثلاثة علش ما نزلوش الآز شين يصبع عندي يصبع عندي ثلاثة لو الثلاثة آلف ثلاثة لو ثلاثة ألف وهذي عبر عن شيني ثلاثة لو الثلاثة لو الثلاثة أو لو الأساس ثلاثة لعادة هذي هو قاف ولا هذا مش هو نفسه هذا إذا الناج بيساوي ثلاثة في قاف وهذه الفقرة الأولى ننتقل نقص الفقرة الثانية الفقرة الثانية هي لو ثلاثة لواحد على ألف هنا عندي بص لو مقام لما نوزع اللو للزغوط شا نديرو? تولي لو البسط ناقص لو المقام إذن لو البسط ناقص لو المقام كويس لو الثلاثة أو الأساس الثلاثة لعدد واحد تعال نتبوها هنا لو لو الأساس الثلاثة للعدد واحد شن يساوي؟ يساوي سفر لأنها دائما قلتهاك فيما سبق لو بيكون هنا أي عدد وهنا يكون واحد إن شاء الله حتى عدد كبير كيف مكتب تتوى الناتش يساوي سفر ديما لو الواحد أو اللغة الرسمية الواحد يساوي سفر ديما حط قاعدة لو إن شاء الله ألف الأساس واحد يساوي سفر ديما تلقى واحد هنا يحط سفر طول طول اكتب سفر طول مغرى ما تشبح اليمين ليسا إذا هده يساوي سفر ناقص لو الأساس الثلاثة ألف اللي هو هذا إذا ناتش يساوي يساوي عفوا قاف مش ثلاثة قاف هذا يساوي قاف إذا سفر ناقص قاف اللي هو ناقص قاف وهذا هو إجابة السؤال بهي كويس ممتاز الفقرباء قال لك حل المعادلة أين هو الفقرباء؟ حل المعادلة لو الأساس ألف العدد 16 يساوي 8 بهي رجعوا ذكرياتكم شوية لو الأسس ألف على ستتاش وصوية ثمانية هذا أول درس خدناه كيف نجيبه قيمة ألف كيف نجيبه قيمة ألف لابد من تحويل من صورة ركزوا شوية أرجعوا الفيديو الأول لابد من تحويل صورة اللغة الرثمية إلى أسية لإيجاد ألف لإيجاد ألف بش نحولها من صورة اللغة الرثمية إلى أسية إذن ألف أس ثمانية تساوي ستتاش هذا أس هذا يساوي هذا أخذناها فيما سبع إذن ألف أس ثمانية تساوي ستتاش صح ولا؟ باي إحنا نجيبه اللي هو قيمة ألف فبإمكانك طول لو كانت شاطر شوية فش بتدير بإمكاننا شو نديره لحظة بس ألف أس ثمانية تساوي ستتاش ألف أس ثمانية تساوي ستتاش في طريقتين في طريقة الأولى تعالوا بكم كيف طريقة الأولى هي أنك تاخد الجدر الثامن للطرفين لو كان عندك لحاسبة تاخد لحيث أن جدر الثامن يلغي ثمانية هادي باي فنكتبه هنا بلا الحاسبة الجدر الثامن للعدد ستتاش يساوي واحد فاصل أربعة أربعة أو جدر الثامن يعني ناتج تساوي واحد فاصل أربعة واحد أربعة باي هاي طريقة الأولى الطريقة الثانية إنه ألف أس ثمانية مش تساوي ستتاش هاي طريقة صعبة شوية بقولكم على باي الألف أس ثمانية مش هي عبارة عن ألف أس ثنين لكل أس أربعة لأننا تنين في الأربعة بثمانية نفس الشي أس ستاش أس ستاش عبارة عن شني نخلوها نفس الشي أس أربعة شني العدد أس ستاش لو قسمنا أس ستاش لو فرض ندرنا تنين تعطينا تمانية لو تنين تعطينا أربعة لو تنين تعطينا تنين لو تنين تعطينا واحد إذن كأنها 2 أس أربعة صح أو لا؟ لأنها 1000 أس 8 هي عبارة 1000 أس 2 لكل أس أربعة التنين نضرب في هذه يرجع لك زي ما كان نفس الشي 16 هي عبارة عن 2 أس أربعة بما أن الأس هو يساوي الأس هو معنى الأساسات متساوية معنى 1000 أس 2 توساوي 2 بيحن نبو 1000 ناخد جدر التربيع إلى الطرفين حيث لنا جدر الغيب التربيع إذن 1000 توساوي جدر 2 اللي هي نفوت تطلع لك نفس الناس هو جدر الثنين يساوي 1.414 اللي هو جدر الثنين أو يساوي 1.414 وهذا هو بنسبة تمرين 11 بقي ممتاز هانت ما زال 12, 16, 15, 15 إن شاء الله نحاول قدر الإمكان أن ينجاوبه اليوم أو ممكن غداء نتمنى لكم خصفاتكم معاي شكرا جزيلا والسلام عليكم وحط اللي بركاته